في الفيديو ده انا جاي عرفكو على موقع الذكاء الاصطناعي مهم جدا موقع بدأ ان هو يظهر تريند اليومين دول وبدأ يتم استخدامه في حاجات كتير جدا حاجات تأكل عيش زي انشاء صور احترافها بالذكاء الاصطناعي وده لانه بيعتمد على موديل زي مهمة جدا زي موديل فلوكس وموديل جي بي تي بالاضافة ان انت كمان ممكن تعمل به فيديوهات باستخدام موديل كيلينج ايضا موجود فيه شاتبوت تقدر تستخدمه كوكيل زكاء الاصطناعي فلو انت مهتم تتعرف معنا على موقع النهاردة وزا تستخدمه دوس لايك ولو مش ماشترك في القناة اشترك دلوقتي ويلا بينا نبدأ الفيديو ده الواجهة الرئيسية لموقع لوفارت بيتا الموقع لسه جديد بس بدأ ان هو الناس تستخدمه في عمل تصميمات وفيديوهات احترافية عشان تستخدم الموقع لازم تسجل حساب في الموقع وده عن طريق ان انت بتضغط على سين اوب او على جيت ستارتد وفيه حية كمان اسمها اي هافا كود ودي هفاهمك معناها ايه لو ضغطت على جيت ستارتد هيحولك على الصفحة دي هيقولك هنا سجل حساب باستخدام جوجل او اي ايميل تاني لو ضغطت على وث جوجل هتروح تختار ايميل جوجل الخاص بيك وبعد كده تضغط على كونتينيو هيحولك تاني على الصفحة دي ولكن هيجي هنا يقولك جوين زا ويتلس او يقولك اي هافا كود في حالة انك ضغطت على جوين زا ويتلس فانت هتستنى لحد ما يعمل لك حساب في الموقع وبعد كده تستخدمه عادي جدا او انك ممكن تضغط على اي هافا كود في حالة ان انت عندك كود ممكن تسجل به حساب على طول حالا وانا هسيب لك تلت اكواد لاول تلت اشخاص هيقدروا يستخدمهم في دخول على الموقع واستخدامه بشكل سريع ومش هتحتاج ان انت تنتظر في الويتلس وفي حالة ان انت انتظرت في الويتلس هيبقى عندك فرصة بعد كده ان انت تدي تلت اكواد لتلت حسابات اخرى هنيجي بعد كده نضغط على اي هافا كود لو انت اخدت الكود هتكتبه هنا وبعد كده تضغط على وتلقائيا هيفتح معاك الصفحة الرئيسية للموقع بالشكل ده دي الصفحة الرئيسية لموقع هتلاحز هنا هزهر لك هنا كل التصاميم اللي تم انشاءها بالذكية الاصطناعي بلاحز هنا في حاجات حلوة زي مثلا عندك هنا في بسترات حلوة جدا معمولة بالذكية الاصطناعي في صور كويسة جدا لاعلانات منتجات ممكن تتعامل بالاضافة طبعا ان هنا هتلاقي تنوع في التصاميم اللي معمولة في الموقع حتى هنا فيه كمان حاجات تخاصة بالأي اي اس ام ار وهنا طبعا فوق جايب لك هنا الشات بوت اللي ممكن تستخدمه في الموقع وهطلعز هنا على اليمين هنا احنا في الصفحة الرئيسية وهنا المشاريع الخاصة بيك وهنا البروفايل بتاعك. عايزين نعرف هو الموقع بيدينا ايه اول اللي احنا ممكن نعمله? اولا هطلعز هنا فوق ان هو بديك الف ومئة كريدت تقدر تستخدمهم بس عايزين نعرف احنا هنستخدمهم في ايه? لو ضغطت على هنا هيجيب لك خطة الموقع اللي من ضمنها في الخطة الفري. هنا قال لك ان هو بديك حوالي خمسمائة كريدت. وبيديك عليهم خمسمائة كريدت اكسترا كريدت دول زيادة من عنده. هتقدر منهم تعمل عشرة وهي انه ممكن تتواصل مع وكيل الذكاء للصناع في الموقع اللي هو اه جي بي تي. ايضا ممكن تعمل مية خمسة وعشرين صورة من جي بي تي الاول اللي هو الخاص مشات جي بي تي وده رقم كويس جدا. بالاضافة انك ممكن تعمل الفين صورة بموديل فلوكس. بالاضافة ان انت ممكن تعمل تقريبا تمانية وعشرين فيديو باستخدام كمان في حاجة اسمها وده هنشوف مع بعض كل الاستخدامات دي دلوقتي. تعال كده بقى ندخل هنا على الموقع ونشوف ازاي ان احنا هممكن نستخدمه في عمل التصاميم والفيديوهات. هتروح هنا على الشمال هتلاقي علامة الزائد اول ما توقف عليها هيجي لك اضغط عليها هيحولك على الصفحة دي. في الصفحة دي هيتلاحز هنا فوق في هنا عندك تلات مربعات. المربع الاول عبارة عن المربع التاني عبارة عن فيديو وهنا مربع اسمه وكمان فيه هنا عندك سهم لو ضغط عليه تقدر ان انت من خلاله تقدر تحمل صورة او انك تعمل نص او تعمل اشكال زي اللي قدامك. جنوريتر وده معناتها وليد الصور بالذكاء الاصطناعي لو ضغطت عليها بالشكل ده هيفتح معك هنا حاجات اضافية. هيجيب لك هنا الموديل اللي انت ممكن تستخدمه وهنا الموديلز المتاحة ولو ضغطت عليها هتلاحز ان الموديل التاني اللي هو طبعا احنا عارفين هو من اقوى موديلات انشاء تصاميم بالذكاء الاصطناعي. بالاضافة هنا عندك فيه لو فيه معين انت ممكن تضيفه او تختاره او ممكن تضيف صورة تعمل زيه. وهنا بتقدر تكتب وصف الصورة اللي انت عايزه او بالاضافة ان انت عندك اللي انت ممكن تضيف الصورة تاخد منها او تعمل نفس التصميم اللي فيها. تحت هنا عندنا فيه ودي خاصة بابعاد الصور اللي لو ضغطت على السهم ده هيجيب لك كل الابعاد المتاحة زي المربع والطويل والعريض على حسب انت بتعملها لايه بالضبط. بالاضافة ان عندك هنا فيه اللي هي المنخفضة اللي هي الوسط اللي هي العالية. الموضوع ببساطة ان احنا بنختار اللي اللي احنا عايزينه وبنيجي هنا بنكتب اللي احنا عايزينه. مسلا انا مجهز هاجي هنا هضيفه للموقع. وهختار البعد بتاع مسلا تلاتة لاتنين يكون عريض. وممكن اختار الجودة تكون عالية. وبعد كده هضغط على هتلاعز هنا ان هستخدم مجرد من نضغط على هيبدأ دلوقتي ان هو يعملنا التصميم بالشكل. عملي هنا التصميم بالشكل ده عبارة عن روبوت في الشارع وبيقوم بخدمات الكترونية. نقدر طبعا نضغط على الصورة بالشكل ده ونعمل فيها بعض التعديلات. زي ان احنا ممكن نعمل حاجة اسمها ونحدد اي جزء موجود في الصورة. لو حبينا احنا هنزيله بنحدده كده. وممكن نعمله ازالة او نعمله اي حاجة احنا عايزينها. وكمان لو انت عايزه تضيف اي حاجة مكانه. فدي ميزة حلوة ودي نفس الميزة اللي اعتقل موجودة في المدفوع. طبعا لو عايز تضيف اي تعديل برضو للصورة زي ان احنا زي ما قلت لك تقدر تضيف من نقدر نضيف صورة تانية. نقدر نكتب نص. نقدر نعمل مربع. نقدر نرسم بالفرشة عادي جدا او نكتب بالقلم. لو حاوز بقى تستخدم في الموضوع بسيط هنروح تاني هنا على هنضغط على الساعمة ده ونختار الموديل فلوكس. وممكن هنا تضيف هنا تفاصيل جديدة اللي انت عايزه. بالاضافة هنا طبعا هتلاحز الاعدادات تغيرت هتقدر تتحكم في الاعدادات بالشكل مناسب لك زي مثلا هنا تقدر تكتب البعد زي ما انت عايز مثلا هكتب البعد الف سرمائة وعشرين. وهنا هكتب البعد بتاعي الف وتمانين لو انا عايزه كده. او ممكن نخليه مربع فهكتب الف وربعمية لالف وربعمية. وبعد كده لو عايز بقى تضيف صورة تحولها لصورة تانية تضيف ان انت تعمل زيها تضيف بلد الوان تقدر تضيفها. هسيبك الحاجات دي بقى ان انت تجربها مع نفسك. وبعد كده نضغط على هتلاحز ان هو هيستهلك عدد اقل من يعني استهلك اربعة كريدتس بس. مقرر انتم بالجي بي تي اللي استهلك معنا لما اخترنا جودة عالية خمسين كده ده. اعمالي هنا اربعة تصميمات مش تصميمة واحد. كان عبارة عن قطعة لحمة وحواليها تماطم صغيرة وخضار بالشكل ده. بصراحة الشكل اللحم حلو. تحس ان هي حقيقية. لو كتضغط على اي صورة من الصور. الصورة مسلا الشبهة دي تحس ان الصورة حقيقة خالص يعني. برضو هنا صورة ديت معمولة بخلفها بيدا لو انت عايز تاخدها تحطها على بوستر. شكلها كويس جدا. لو عايز تحمل الصورة ايضغط عليها وهتلاحز ان في هنا حاجة اسمها دولود ايميج تقدر تحمل الصورة بالطريقة دي. او اي صورة انت عملتها. هنرجع بقى تاني هنا لحاجة تانية معنا في الموقع ودي مهمة جدا ان الناس كتير هتدور عليها. وهي الفيديو جينوريشن. فهروح اضغط عليها بالشكل ده. عشان يفتح لي هنا بقى نشوف الدنيا عامل ساعة. هنضغط على الفيديو جينوريشن. بس في حاجة غريبة هتقابلك. لما هتضغط على الفيديو جينوريشن. مش هزهر لك اي حاجة هنا. بس انا لو انا جيت هنا في المكان الفاضي ده. وعملت هنا تحديد كده بالشكل ده. حديدت انا جزء كده عايز اعمل فيه فيديو. فهيزهر لك هنا ايه? الفيديو جينوريشن. لو اضغطت على العلامة دي. هيفتح لك هنا التفاصيل الخاص بها. الموديل المتاح معنا هو الكلينج وان بوينت سكس. وهنا بيجي يقول لك دي في الصورة اللي انت عايز تحولها لفيديو. وهنا بيقول لك لو عندك نص اصلا عايز تحول فيديو اكتبه. وهنا بتقدر تتحكم في البعد اللي انت عايزه سواء كان ستتاشر لتسعة تسعة ستتاشر واحد لواحد زي ما انت عايز. وكمان فيه وفيه برضو زي ما انت عايز. تعالوا كده بقى نجرب ان احنا نضيف ونحوله لفيديو بالزاكية الاصطناعية. حاجة هنا وهضيف بالشكل ده. ايا كان تفاصيل اللي انت هتكتبها. انا مش هركز في اللي انا هكتبه قد ما انا هركز في الطريقة. بس انا في الفيديوهات الجاية ان شاء الله. هشرح لك بقى زي ان انت تستفيد من الموقع ده. في عمل فيديوهات احترافية وتصاميمة احترافية. وهنا بقى نتكلم فيها بتفاصيل اكتر عن الحاجات بقى اللي احنا ما اتكلمناش عنها دلوقتي. ده عبارة عن صورة كده ممكن تكون دي زي الصور للكارتون عبارة عن قلعة. ضيفت بالشكل ده. وهاجة هنا اختار الصورة ممكن نختار البعد بتاعنا تسعة لستاشر. وهنسيب كل حاجة زي ما هي ممكن نزود بس الكواتي نخليها هاي. بس هتلاحز ان هو هيستهلك الضعف. مش محتاج ان احنا نستهلك الهاي فهنخليها ستاندرد عشان نستفيد من الكريديت. وهنضغط على وتعا نشوف التصميم هيطلع معنا زي. وهنا عمل لي الفيديو بس الفيديو هنشوف معاعدة بالوقتي ما عجبنيش اوي. طبعا لو وقفت على الصورة كده. هتلاحز هنا في هنا علامة التشغيل. هتضغط عليها هيفتح لك هنا صفحة التشغيل. اضغط على السهم ده. هنا عمل تصميم كويس ولكن الفيديو مش كويس خالص بصراحة. ربما هنا ما كانش مناسب. بس تعاكد ان نجرب ان احنا بقى ايه? نعمل فيديو تاني ولكن هنعمل الفيديو با اه ان احنا نضيف صورة ونشوف هيحولها لنا ازاي? هنضيف صورة ازاي? هنيجي هنا على هنضغط على ونختار مسلا صورة الفيديو اللي احنا كنا عملناها بلكده للروبط بتاعنا. ونضغط على وهاجي هنا هضيف برومت بسيط وهقول له او اللي هو ايه? حرك الصور. وبعد كده هنضغط على. هنا هستهل اكتنين وسبعين كريدت. مش مهم. المهم ان احنا نجرب ونشوف النتيجة هتكون عاملة ازاي? خلص الفيديو الجديد. تعال نضغط على تشغيل. نضغط على تشغيل تعني. المرة دي بقى فيها حركة لطيفة شوية. حركة للروبط وهو ماسك الحاجة اللي معاها بالشكل ده. يعني النتيجة دلوقتي كويسة. لو ضغطت تلات نقط دول هتقدر ان انت تعمل للفيديو بالشكل ده. دي كانت اهم استخدامات موقع كمال ما تنساش ان انت عندك الشاتبوت اللي ممكن تستخدمه ويساعدك في كتابة اي شيء او ترجمة اي شيء بالاضافة ان انت ممكن تضيف الصور للشات يحولها لك لبرومت. انا في الفيديو ده كنت عايز بس عرافك ازاي ان انت ممكن تستخدم عرافك على الموقع بس اعتقد ان احنا الفترة الجاية ممكن نستخدمه في اكتر من فيديو في عمل شغل احترافي شغل تاكل من ورائش. فاتمنى تكون استفادت من الفيديو لو عجبك الفيديو يا ريت تدوس لايك وتسيب لي لايك في تعليق. ولو انت مش مشترك في القناة اشترك دلوقتي تفعز الجرس عشان نوصل لك شعار بكل فيديوهاتنا في النهاية السلام عليكم.